في الحقيقة النهاردة يوم مهم ويوم مميز جدا في تاريخ مصر والمصريين النهاردة هو ذكرى انتصار العاشر من رمضان في ملحمة العبور اللي جسدت أصالة الشعب المصري وبسالة جيشها العظيم النهاردة بالتحديد مفتي الديار المصرية أفتى للمصريين على جبهة القتال بالإفطار لكنهم أبوا أن يلامس الماء أي جزء منهم وبالفعل ذهبوا لهذه الحرب وعدد كبير جدا منهم ما خدش بالفتوى اللي قرها مفتي الديار المصرية وصمم أنه هو يعبر إلى خط برليف وهو صائف النهاردة عبر المصريين المستحيل عشان يرجعوا كل حبة رمل وكل شبر من أرض سينة بالتعب والإصرار والقوة والعزيمة النهاردة يوم من أيامنا المجيدة اللي مش ممكن تتنسي أبدا يوم عزة وكرامة وفخر بجيشنا وبأبطالنا اللي قدروا انهم يحققوا نصر عظيم وهم صايمين فعز الحر الساعة اتنين الضهر قدروا يرفعوا راس مصر قدام العالم كله جيش المصري والجندي المصري كان داخل هذه المعركة وهو يعلم أنها معركة مصير لأنه لا يحمي فقط أرضه ولا يحمي فقط وطنه إنما يحمي منطقة بأكملها لأنه كان يعلم جيدا أنه سيطرة إسرائيل على مصر تعني السيطرة على المنطقة بأكملها الجندي المصري دخل وهو صايم زي ما كان مصطفى بيحكي لحضراتكم وهو شايل روحه على كفه وداخل بالفعل مش بس يحمي أرضه زي ما قلت لحضراتكم لكن يحمي الأمة العربية والوطن العربي بشكل كبير جدا حتى اختيار هذا التوقيت كان ليه كمان يعني كان من ضمن كان ليه خطة ما كانش جاي بشكل عشوائي هذا اليوم تحديدا كان يوافق طبعا العشر من ربضان يوم 6 أكتوبر عام 73 لكن كمان كان يوم كيبور وما يعني أنه يوم تعطيل كل شيء في إسرائيل فحتى هذا التاريخ كان ليه دلالة مهمة جدا سيما قلت يا جمانة يعني هو فعلا كان يوم أتى بناء على تخطيط يعني سنوات طويلة جدا وقدرت التخطيط بالقوات المسلحة يعني ربما هي لعبة الدور الأبرز في هذا الأمر أنها تحدد هذا اليوم من أجل أن تعبر قواتنا في هذا اليوم وسمي الجيش المصري أو يعني سمت الصحف العربية الجيش المصري جيش الصائمين لأن هذا الأمر يعني ما كانش فيه جيش من الجيوش يقدر نوى يعني يدخل القتال وهو مدرك تماما لأبعاد هذا الأمر إلا أن ربما قصة يوم الغفران أو يوم كيبور هو اللي كان بيلعب الدور الأبرز في هذا الأمر من الصدف المهمة أيضا أن مبارح كان ذكرى أيضا استرداد طابة وهي آخر شبر من أراضي سيناء النهاردة ذكرى ملحمة العبور أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث وأعتقد أن اليومين أن هم يأتوا جايين وراء بعض يعني ربنا يكتر أعيادنا كلها ويفرح المصريين ويخليهم كل يوم ورد تاني يفتكروا مصر عملت إيه علشان ترجع هذه الأرض الغالية الطهرة بدماء عدد كبير جدا من أبنائنا المصريين ليسا مفتحة لها حقيقة أنه تاريخ موقفش بس عند عشر رمضان عام 1393 هجرية اللي بيوافق 6 أكتوبر 73 لكن المصريين كملوا ملحمة العبور كملوا هذه الملحمة بالتنمية في أرض سيناء الغالية من خلال مشروعات عملاقة تجمعات سكنية كبيرة جدا أراضي صالحة للزراعة طرق بتربط بين سيناء ومحافظات الدلتة والجمهورية كلها وهو ده اللي بالفعل مطلوب الانتصار مش فقط واقف عند حرب 73 واستردادنا لأراضي سيناء لكن اللي بيحصل كمان دلوقتي في أرض سيناء من تنمية وتطوير في كل الحقيقة المناحي وكل القطاعات ده كمان انتصار كبير جدا قدرت مصر وقدر المصريين أن هم يحققوا مرة تانية بنصبح على حضرتكم صباح الخير والعزة والكرامة وصباح الخير يا مصر